سلامة اي رمضان اقرق بوش هاوي تكثر قلت علش ما برتجيش معاكم وغسات سهلة مالة متاعي ويو باش نعملوا ببيضة اكاهو يصلح للسهرية وقال للصحور ويجيكم محشوش يعمل كيف واقعدوا معايا تابعوا الفيديو للاخر ومتنساوش تعملوا اشتراك في القناة بصعوا الجرس باش يصلكم اخر جديد وتعموا لايك اذا عجبكم الفيديو وانتعضيوا دي غاكتمو المكونات العجنة متاعنا مش نستحقو ميتين وثلاثين جرام فرينة عليهم خمسين ملي لتر زيت نباتي عليهم خمسين ملي لتر حليب وخمسين جرام سكر بنسبة لزيت النباتي لحليب السكر بنفس الكمية شوية باني وقالة ساشي سكر بانيليا خمسة جرامية خمير تقطو وبيضة ونتعدي وطول طريقة التحذير اول حاجة نصبو كمية لحليب متاعنا نزيدوهم السكر والبيضة نزيدوهم خمسين ملي لتر زيت من المستحسن استعملوا وزيت النباتي هكي كي يبدل يخفيف وبنين ونزيدوهم غرفة صغيرة اغوم دو فانيوة الى نصف الشي سكر فانيليا اللي متوفر عندكم وركضوا المكونات لكل مبعضهم بالباهي بالباهي حتى لهم تحصلوا على مزيج متجانس وقتها بش نبدأ ونزيدو في الفرينة انا بش نزيد بالضبط متين وثلاثين جرام كيف ما قلت لكم اللور وبعدك انتم معانكم ميزانكم خطر فما فرينة تشرب وفما فرينة ما تشربش بخي تعرفوا قد شديدو وزيتهم زيتها خمسة جرامات خميرة تقطو وقعدت نلمد في المكونات الكل ما بعضهم حتى لهم تلمدتلي العجنة وتحصلت على التكستير هذية لتكون رطبة ياسر ولا تكون يابسة ياسر متوسطة كيف ما في الفيديو هكيكا بش نخليها تو ترتاح من عشرين الى ثلاثين دقيقة بش نغطي عليها وبعدك بش نرجعو لها ونتعدي وتوا نعمل الشحور خديد كيس سكر وإلا صحف السكر المهم اعملو ديما نفس الميعون اللي بيش تكايلو بيه عليه نصف الكمية من الماء دونك انا اخليت كيس سكر عليه نصف كيس ماء ومغرفة ماء كله ما ورد وللي ما يحبش يفوحوا سنيفة لابين مش لازم يفوحوا وعصي الليمون تعدوا دائما نحضروه دونك اول حاجة صبيت كمية السكر متاعي وما نساش وزيت فوقها الماء ولا نخلطوهم لحت شي نخليوهم حتى لين يغليوا اول ما يبدأوا يغليوا نزيدوهم ماء الورد ومغرفة صغيرة عصي الليمون نخلطوهم ابعادهم بالمغرفة ونخليوهم توا يغليو ديت نحسب من اللي بدأ يغلي 15 دقيقة وهبطوا من عنال نلقاه شحون تاي حاضر كيفاش نعرفو حاضر نخضو مغرفة ونقطرو منها قطرة في صحن اذا القطرة هذيك تحركت معناها راه وما زيل ما تابش واذا القطرة هذيك قعد في بلاستها معناها تاب ونرجعو توا للعجنة متاعنا اول حاجة نصبو شوية فارينا في البلندو تخبعين بتاعنا وبديت ناخذ توا بشوية بشوية باش نقلقلو بالقلقال انحلو بالبهي بينسور راه وديما اعنو بزيت فارينا هاكيكا بعديكا العجنة متل تسكلكمش من لوطاء وبديت توا نحل في العجنة متاعي ما نطرحو يش يسر نخليوها غشينا شوية كوميم وجبت كيس باش نفورن به راهو تنجمو تختارو الحاجم اللي انتو ما يساعدكم مثلا انا اخترت كيسين صغار شوية تنجمو تختارو كيسين ما اكبر وخزيت اذا فورما ما اصغر بش نعنو بها هذيك النقبة الدخلينية تنجمو تستعمو مثلا نختار تعباب بوسما بش نفورمو بهم الداخل وكملت بنفس الطريقة معالك عيبات الكل ما شاء الله حاصلوا بيضاء كهو طياحة الخير والبركة وتعديد توا باش نقليهم نسخنو زيد بالباهي بالباهي وبعد ديك نردو بالنا راهو في سع كعبة اليو يو تحمق وتتنفخ انفو عاملة هذيك الحمورية المزيانة وتأكدو اللي هي طابت من الداخل نحطوهم ديغاك تمام في الشحوب بيانسور انقطروهم بالباهي مزيد قبر ما نحطوهم في الشحوب الشحور لازم يكون بارد خاطر اليو يو سخون وإلا العكس تخليوا اليو يو حاطرين يبرد وتحطوهم في الشحور السخون راهو ما نستعملوش الشحور بارد ولا يو يو بارد ولا شحور السخون واليو يو سخون لازم ديما عكس بعضهم وتعديد توا الاخر مرحلة اللي هي مرحلة التزيين هو راهو لما حالوا كل واحد بعد كي يزين كيف ما يحبوها أنا زينتهم برجل الجلان تنجمو تزينوهم بالفستق وإلا باللوس كل قدير وقدروا وحبيت نغطسهم بالباهي في الجلان جلان بشي بديهم زينين بالباهي أمرا وتنجمو جوز ترشو عليهم هكا شوية من فوق ووالا دونك الاسسانسيال ترشو عليهم وهم ما زلوا اسخان ما زل لعصال ما تشربش إنو فوا الشحور تشرب برا وبعضيك معاش يلسق دونك حاولوا بعد ما تغطسوهم فيسا فيسا ترشو عليهم الحاجة ريش ترشوها الفاكية ولا الجلان ولا اللي هو وبعضيك نعادنا من هذيك القهيوة البنينة ونعادي بيها كايبات اليو يو بالحق نوتكم ولا نشاهيكم نتمنى تجربوا الوصفة وتعطيوني يرايكم هكيك نكون وصلنا لآخي الفيديو نتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم ما تساويش تعملوا اشتراك في القناة تفعل الجرس بيش يصلكم آخر جديد وتعملوا لايك إذا عجبكم الفيديو ومطلقنا ان شاء الله في فيديو جديد من تحضيرات رمضان وهذا اول فيديو نبدأ به ان شاء الله ومازالوا دي فيديو القدامنا ويا نعمل ان شاء الله برشا وصفات اخرينا ياسر ياسر ابنان استنيوني اتخي بيانتو بسلامة اشتركوا في القناة